يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة في إياب ربع نهائي الدول الأفريكي الأهلي تعادل إيجابيا واحد واحد مع سيمبيا سيمبيا هو اللي تقدم عن طريق ساديو كانوتيه في الديئة 68 وبعد كده تعادل كهرباء للنادي الأهلي في الديئة 76 دي كانت المبرأة ودي النتيجة بس فيه كلام كتير يتقال عن هذه المواجهة كلام لازم نحطه في الحسبان ونقف عنده كثيرا وكثيرا بص الأهلي العام الماضي الموسم الماضي عمل موسم رائع في كل البطولات والإنجازات كل البطولات والإنجازات الممكنة عملها النادي الأهلي مارسل كولر مدرب كبير كبير ورائع واحد من أفضل المدربين يتضربوا النادي الأهلي على مداري التاريخ لعبت النادي الأهلي الموجودين دلوقتي رائعين مفيش هاروعة منك كل حاجة سليمة تمام بس فيه نقطتين حابب أتكلم عنه أول نقطة نقطة اللي كلهم نتكلم عنها كلنا بما فينا مارسل كولر نفسه يعني الفرص المهضرة السهلة للنادي الأهلي هذا الموسم بصراحة مش الموسم ده بس الموسم الماضي كمان هتقول لي يا كريم ده الأهلي كان أقوى هجوم في كل البطولات هقولك صح هتقول لي يا كريم كان الأهلي عنده هدفين ولقيبة بتسجل كتير هقولك صح بس الحال الاستثنائي ما ينفعش يبقى قعدة يعني لو الأهلي عدى الموسم الماضي وما عندوش مهاجم هداف مهاجم هداف مهاجم رقم تسعة هداف حقيقي يعني لو ده عدى السهلة اللي فات بشكل استثنائي مش هيبقى قعدة أبدا والدليل أن مارسل كولر حاربة حاربة أنه يجيب مهاجم في الصيف فاطل النقاط الصيفية الماضية وجاب في الآخر أنتوني مودست كان مصر ومصمم طبعا نأجل فيه أنا لأ أنا عايز حالا هتقول لي يا راجل ده انت كسبت كل حاجة السهلة اللي فات محتاج مهاجم ليه عشان اللي أنا بقوله ده دلوقتي أنه الاستثناء مش هينفع هيبقى قعدة الأهلي هيتورط هيبقى عنده مشاكل زي المشكلة اللي كان هيقع فيها النادي الأهلي النهاردة سينبا بيخطف هدف سينبا في ديئة 68 كان ممكن خلاص فاضل 20 دقيقة ويصعد هو للدور القادم الأهل يخسر على ملعبه الأهل ما قدرش يكسب هناك رغم أنه هو كان عنده فرص كثيرة جدا والمبركة يتسهلة هناك وكان يتسهلة هنا كمان كل ده عشان ما عندكش مهاجم هداف هتقول لي ما فرقتش كتير يعني ما قال أهلي صعد وخلاص هقولك طبعا صعد وعنده لعيبة كتير مميزة النادي الأهلي وعنده دكة عظيمة وعنده كل حاجة الأهلي عنده كل حاجة في كل الملاكز عنده لعبين رائعين بس الحد الوقتي المهاجم الصريح في النادي الأهلي أزمة الأهلي استعاد صلاح محسن ولسه ما عملش حاجة الأهلي جاب مودست ولسه ما طلعش وماشي كهرباء الراجل بيقدي هيدي الصيغة المناسبة أنه بيقدي في هذا المركز بيحاول يقدي غير كده الأهلي ما عندهوش مهاجم فلو الأهلي أو لو مودست أنا بقول لها بالبلد يوم ما طلعش وماشي لسه ما شفناش لسه ما نعرفش الراجل لسه ما الحقش يعني نقيمه حتى بس لو ما طلعش وماشي الأهل هيب عنده مشكلة كبيرة الموسم ده تحديدا في البطولات الأفريقية والسيبك من البطولات المحلية تحديدا في البطولات الأفريقية دي نقطة نقطة تانية ودي نقطة ما خدش شباله منها الكثير من المتابعين حط في اعتبارك ومهم جدا أن تحط في اعتبارك هذا الأمر الأهلي لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم يا موسم عنده ايه بقى كاس السوبر الأفريقية عنده نصف نهائي كاس مصر عنده دول 32 في دولة أبطال أفريقيا كلها بقول لك دولة ايه مباريات خروج مغلوق يعني اللي يقسر يطلع عنده دول ربع نهائي في بطولة الدول الأفريقية وهو بيقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم يا موسم دي حاجة مش سهلة على أعظم فريق في العالم مش سهلة ليه ماينفعش يبدأ الموسم وندخل على طول في مواجهات خروج مغلوب أخسر بطولات أو أكسب بطولات يعني دا ماينفعش في التسلسل الطبيعي للحالة البدنية والحالة الفنية وقوام الفريق الأساسي وحيات كتير قوي ما تحصلش في ايه فريق في العالم انت بتاخد الأمور تدريجيا شكاية لو فرق كتير في العالم ممكن تبدأ الموسم بشكل مش عظيم ما يبدأوش بشكل عظيم بس مانشستر سيتي مثلا ممكن لو ايه في بداية الموسم ما بيقدمش مستويات عبقرية بس مع ختم الموسم تلاقي متوحش في المباراة الأخيرة متوحش فيش حد يقفو صادو ليه هو بيبدأ بالتدريج واحدة واحدة خطوة خطوة الأمور بدنية زي ما قلت لكم فنية فرقة بدنية مش مية في المية فرقة فنية على مستوى الانسجام مش مية في المية فكل دا بيمشي مع مدنة الموسم فالأهلي بصراحة يعني معذور شوية معذور شوية إنه الموضوع صعب كلها منافسات صعبة وفي كل الأحوال الأهلي في المنافسات الصعبة الكتير اللي بدأ بيها الموسم دا ما اخسرش غير مباراة السوبة للأفريق يعني برضو ما طلعش بخسارة عظيمة يعني ولا كبيرة ولا انهيار ولا مشاكل ولا أي حاجة الأهلي ما زال كبير الأهلي ما زال لديه فريق رائع الأهلي لديه مدير فني رائع خد بقى كل الكلام اللي هم نقوله دا بنقوله دلوقتي عشان احنا اتخضينا النهاردة اتخضينا ديها 68 بطولة هتروح انت هتخرج كمان ايه من الدول الأول وبطولة جديدة وجوائز على الملايا كتير يعني انت بتخسر جوائز ملايا كبيرة وتخسر أمور فنية كبيرة وتخسر سمعتك العظيمة في القرى الأفريقية ككبير القرى يعني رقم واحد في القرى كل حاجة ممكن تخلص كده ليه؟ عشان مضيع في مباراة الزهاب حوالي 7-8 فرص ومضيع في مباراة الآياب زيهم لأ خطر ليه؟ عشان تللي جاية عندك ايه بقى؟ تللي جاية عندك سانداونز سانداونز ما ينفعش معاه انه تضيع كتير انت محتاج تسجل الفرص القليلة لو قتيحت ليك ومحتاج تأمن جدا وراء عشان وقفة ليه فعلا صعب جدا النهاردة بيلعب ناقص لاعب من الدياة الأولى لاعب عنده اطرد سانداونز في الدياة الأولى من المباراة أمام بيترو أتلتكو وقدر يخلص المباراة 0-0 وكان كذبا أنه هو مباراة الزهاب 2-0 وكان خطير النهاردة على بيترو أتلتكو يعني انت بدأ المباراة بعشان لعبين وكان هو أخطر من بيترو أتلتكو فريق تييل عنده لعبة مميزة بس برضو الاهلي يبقى هو رقم واحد مش بولك كده برضو احنا خاف من سانداونز وهو ما ميخافوش من الاهلي لأ بس لازم تفهم أنه اللي جاي أصعب من سنبا أكيد يعني دونه تحبيت بس أتكلم عنهم تحديدا وشايف أنه الأهلي في رأيه برضو محتاج مهاجم كمان في شهر يناير القادم محتاج مهاجم كمان في شهر يناير القادم أجنبي بقى محلي بس الأمور كده مش سليمة ماء في الماء بسراحة ترجمة نانسي قنقر